تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي حيث تمكنت الداخلية من ضبط 427 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 103 أطنان مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 65 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 38 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 623 قضية من بينها 191 قضية خبز ناقص الوزن و159 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية فقد تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت قرابة 48 طن أقمح محلية ترجمة نانسي قنقر